السلام عليكم ورحمة الله بهذا الفيديو رح نذكر على ما جدا مهمة تدل على ان حموضية المعدة ضعيفة جدا فنشوف الفيديو للنهاية عشان نعرف الموضوع بشكل كامل وهذا الموضوع جدا مهم فمهم ان الشخص يعرف ما اذا كانت حموضية المعدة ضمن المعدل الطبيعي لان حموضية المعدة لا اهمية جدا كبيرة بالحفاظ على الصحة وبتعزيز المناعة ايضا بالاستفادة من المغذيات البروتينات الدهون والفيتامينات الذائبة بالدهون والفيتامينات الذائبة بالماء والمعادن مثل الحديد ايضا مهمة جدا للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي فاذا كانت حموضية المعدة مرتفعة بارتفاعها الطبيعي فبكذا رح نحافظ على الصحة ورح نستفيد اكثر من المغذيات القادمة من الغذاء والعكس صحيح اذا كانت حموضية المعدة في انخفاض فهذا الشيء رح يأثر بشكل كبير على الصحة بشكل عام وعلى الاستفادة من المغذيات وعلى ظهور بعض المشاكل المناعية والأمراض المناعية أيضا الشخص رح يواجه أعراض مزعجة على مستوى الجهاز الهضمي وهناك أكثر من عامل تؤثر على قوة حموضية المعدة ولكن رح نذكر أهمها وهو العمر فكل ما زاد عمر الشخص كل ما ضعفت حموضية المعدة فالأشخاص اللي أعمارهم خمسين سنة عندهم حموضية المعدة أقل من الأشخاص اللي أعمارهم عشرين سنة ولكن هذا أبدا ما رح يكون عذر للأشخاص المتقدمين بالعمر لأن هناك الكثير من الأشخاص اللي أعمارهم خمسين سنة وأكثر عندهم حموضية المعدة أفضل بكثير من الأشخاص اللي أعمارهم عشرين سنة وهذا بسبب العادات والسلوك الصحي لتبعها الشخص فإذا كان الشخص اللي عمره خمسين سنة وأكثر وكان ملتزم بنظام وسلوك صحي لديهم حموضية أقوى بكثير من الأشخاص اللي أعمارهم عشرين سنة ولكن يتبعون سلوك غير صحي ويتناولوا أكلات غير صحية فعشان كذا أبدا لا نتعذر بالعمر العمر أبدا ما رح يكون عايق نحو طريق الحفاظ على الصحة واسترجاعها فمن غير ما نطول الموضوع خلينا ندخل للعلامات إن وجدت تدل على إن الشخص لديه حموضية معدى ضعيفة أول وأهم علامة تدل على إن هناك حموضية ضعيفة جدا اللي هو ارتجاء أحماض المعدة إلى المريء إذا كنت من الأشخاص اللي واجه هذه المشكلة فهذه علامة ودلالة جدا قوية على ضعف حموضية المعدة لأنه من المهم معرفة إنه إذا قلت حموضية المعدة هذا الشيء رح يأثر على إغلاق الصمام بين المريء والمعدة وهذا الصمام هو المسؤول بمنع ارتجاع أحماض المعدة إلى المريء وهذا الصمام يتأثر بشكل كبير على حموضية المعدة فإذا قلت حموضية المعدة هذا الشيء رح يساعد على ارتخاء الصمام وإرجاع أحماض المعدة إلى المريء والعكس صحيح إذا كانت أحماض المعدة قوية فهذا الشيء رح يساعد على انقباض الصمام ورح يمنع من ارتجاع عصارات المعدة إلى المريك فإذا كنت من الأشخاص اللي يواجه مشكلة ارتجاع أحماض المعدة فيجب التركيز أكثر على تقوية حموضية المعدة العلامة الثانية وهي علامة رح يواجه الشخص بعد تناول الوجبات اللي هو الشعور بالدوخة التعب الغثيان مباشرة بعد تناول الوجبة وهذه الأعراض متوقعة جدا لأن حموضية المعدة لها دور جدا كبير بهضم المغذيات وإذا تأثر هضم المغذيات فهذا الشيء رح يؤدي إلى ظهور الأعراض المزعجة اللي ذكرناها فهذه أيضا أحد العلامات التي تدل على ضعف حموضية المعدة والعلامة الثالثة اللي هو ظهور علامات على مستوى الجهاز الهضمي اللي هو الشعور بغازات انتفاخ البطن بالذات بعد تناول الوجبة وهذه أيضا لها علاقة جدا قوية بكفاءة هضم المغذيات الموجودة بالغذاء فعند نقص حموضية المعدة هذا الشيء رح يأثر بشكل كبير على هضم المغذيات ورح تزيد تخمر الأطعمة وظهور هذه الأعراض اللي ذكرناها ومن أهم وأشهر العلامات التي تدل على ضعف حموضية المعدة اللي هو ظهور متلازمة ارتشاح الأمعاء متلازمة ارتشاح الأمعاء هي مشكلة شائعة جدا وهي بكل بساطة أنه يكون هناك مشكلة في جدار الأمعاء بالشخص لما يتناول أكلات غير صحية التهابية سكريات ونشويات معالجة مع مرور الوقت هذا الشيء رح يزيد من حدوث تقوم في جدار الأمعاء وهذه المشاكل اللي تكون في جدار الأمعاء وحدوث الثقوب اللي رح تعبر فيها أجسام رح تؤثر بشكل كبير على الصحة وظهور أعراض فإذا تأثر جدار الأمعاء فهذا الشيء رح يأثر بشكل كبير على صحة الجهاز الهضمي وظهور أعراض الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ وغازات البطن أو حتى الإمساك والإسهال أيضا هذا الشيء رح يؤدي بشكل كبير على نقص المغذيات وسوء التغذية فإذا كنت من الأشخاص اللي يعاني من الارتشاح على معاء اللي ذكرناها بهذا المثال بسبب نقص أو ضعف حموضية المعيدة فهذا الشيء رح يأثر بشكل كبير على هضم وامتصاص المغذيات فالشخص رح يواجه مشكلة في امتصاص الحديد وظهور مشكلة الأنيمية بسبب نقص مخزون الحديد أيضا رح يأثر بشكل كبير على امتصاص وهضم وغذيات جدا مهمة يحتاجها للجسم مثل البروتينات للحفاظ على صحة الشعر والأظافر والعضلات أيضا مهمة بهضم وامتصاص الفيتامينات الذائبة بالدهون والأحماض الدهنية مثل الأوميغا 3 فيتامين A فيتامين E فيتامين Dال وفيتامين K فإذا كنت أحد الأشخاص اللي يعاني من متلازمة ارتشاح الأمعاء ويعاني من ضعف في حموضية المعيدة فيجب عليك تصحيح هذه المشكلة فورا قبل أنك تتناول مكملات الحديد ومكملات البروتين لتعويض النقص الموجود بالجسم أيضا بسبب ارتشاح الأمعاء وظهور ثقوب في جدار الأمعاء هذا الشيء رح يسمح بعبور عوامل منعية التهابية والسموم من جدار الأمعاء إلى مجرى الدم وإذا ظهرت هذه المشكلة الشخص رح يواجه بمشكلة حساسية الأغذية فبعض الأشخاص يتحسسوا من تناول الفراولة يتحسسوا من تناول البيض والسبب الرئيسي هي حدوث مشكلة ارتشاح الأمعاء وظهور ثقوب تسمح بمرور السموم فرح تسبب حساسية في الجلد أو بالعين أو بأي منطقة أيضا بظهور مشكلة حب الشباب فإذا كنت أحد الأشخاص اللي يعاني من هذه المشاكل الصحية مثل حساسية ظهور حب الشباب الانتفاخ والإمساك والإسهال أو نقص بمغذيات مثل الحديد فمهم جدا تصحيح هذه المشكلة وهي ارتشاح الأمعاء وإسترجاع قوة حمض المعيدة العلامة الخامسة والأخيرة بهذا الفيديو التي تدل على أن الشخص يعاني من ضعف حموضية المعيدة وهي ظهور بقايا الطعام في البراز فهذه أيضا أحد العلامات إن وجدت يجب التركيز أكثر على زيادة حموضية وقوة المعيدة بكذا نكون انتهينا من هذا الفيديو فإذا أجبك الموضوع اتمنى الضغط على زر الإعجاب وإذا ما كنت مشترك بالقناة فيسعيني ويشرفني الاشتراك بهذا القناة لأن بهذا القناة نحتم أكثر بالموضوع التي تهم خسارة الدهون والسرجاع الصحة ويعطيكم الفافية